موسيقى الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشفت دجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وردت إلى البرنامج رسالة حزينة جدا رسالة حزينة بكيت لما قرتها هذا الرسالة جاتني من أولياء المسجونين الجزائريين في العراق شباب طاهر راح أيام الاستعمار الأمريكي للعراق ما راحوش والعراق دولة قائمة ولها سيادة راحت والعراق راحوا والعراق منتهكة سيادته مستعمر جزائري عند النيف راحوا في بالهم راحين يجاهدوا بشيحروا العراق يحررونه من الاستعمار ولما جاء الحكم الطائفي قبضوا عليهم وسجنوهم وبعضهم حكموا عليهم بالإعدام شاب جزائري حكم عليه بالإعدام وقتل والآخرون ينتظرون ينتظرون هذه رسالة وصلت إلي من أهاليهم ومن الأمان أن أقرأها كما وصلت إلي لعل وزير الخارجية يفعل شيئا وينقذ هذه الأرواح التي ستقتل التي ستقتل على يد الطائفية وليعوذ بالله يقول هؤلاء الأهالي بقلوب مكلومة تنزف دما ألما وحزنا على أبنائنا الذين طال غيابهم عنا وهم يتألمون في غيابات السجون هناك في أرض العراق الجريح نكتب إليكم شيخنا الفاضل أملا في أن نجد عندك الأمل المرجو والمخرج المنتظر فكم من يتيم مسحت دمعة وكم من أرملة وسيتها في مصابها وكم من بيت محتاج أدخلت عليه البسمة فلك من الله الأجر العظيم ولك من عباده الشكر الجزيل شيخنا الفاضل لقد اتجه أبناؤنا إلى العراق غدا تغزو العدو الأمريكي لها بغية مواجهة الاستعمار الصليب المحتل لبلاد المسلمين فقتل من قتل نحسبهم شهداء ولا نزكي على الله أحد ورجع من رجع إلى أرض الوطن وشاءت الأقدار أن يلقى بالقبض على أبنائنا فهم يقبعون في السجون منذ أكثر من تسع سنوات اسمع يا وزير الخارجية فهم يقبعون في السجون منذ أكثر من سبع سنوات فهم يعانون أبشع أنواع التعذيب أبشع أنواع التعذيب والانتقام من طرف العصبة الطائفية في العراق وقد أعدم خلال الشهور الماضية السجين عبد الله بالهادي عبد الله بالهادي أعدموه وقتلوه وهو اللي راح يحررهم هذه رجولة هذه رجولة يعني واحد جاي يحرك وقف معاك واستقلت كما تقول في النهاية عوض ما تكرموا قتلوه عبد الهادي بالهادي والله لا نسكت والأهل التعوى لازم ما يسكتوش والشعب الجزائري لازم لا يسكت والأحزاب لا تسكت والجمعيات لا تسكت وكل الأحرار ما يسكتوش قتلوه رحمه الله وقتل آخر تحت التعذيب شيخنا الفاضل إن أبناءنا دخلوا العراق زمن الاحتلال الأمريكي لمواجهته قبل احتدام الصراع الطائفي معنة هؤلاء الشبان ما راحوا لا سنة ضد شيعة ولا شيعة ضد سنة راحوا قلوبهم طاهرة بشي دافوا على بلاد المسلمين كما راحوا جدودهم من قبل دافوا على بيت المقدس كما شاركوا جزائريين في ماصر في ماصر ما زالوا أحياء آلاف الجزائريين لما عيطلهم الشعب المصري في حرب سناء راحوا خلهم ماليهم زوجاتهم أملاكهم حوانتهم راحوا يموتوا في سبيل الله اتصوروا ولما يعني اسقلت ماصر أو نجحت أو يستتب الأمن هل سجنوا واحد من الجزائريين بل كرموهم واعترفوا بهم وجعلوهم أبطال ولا زال التاريخ يتحدث عنهم ونرحوا جزائريين يوقفوا مع العراقيين ضد الأمريكان قتلوهم وسجنوهم وعذبوهم حسبنا الله ونعم الوكيل واشتقول الرسالة إن أبناءنا دخلوا العراق زمن الاحتلال الأمريكي لمواجهته قبل احتدام الصراع الطائفي المقيد الذي تطورت أحداثه إلى ظلام دامس ومعاناة لا مثيل لها تزداد يوما بعد يوم شيخنا الفاضل إن الأمر جد خطير إن الأحداث تتسارع وإن إعدام واحد من أبنائنا السجناء وهو الأخ ريف طارق هذا ريف طارق شاب ما زال على قيد الحياة وروا في السجن ورهم دارين في قائمة الإعدام اسمع يا وزير الخارجية يا نائب وزير الخارجية ياللي تعرف وزير الخارجية وقدر تتصل به ياللي تعرف وزير الخارجية وقدر تتصل به بالغيل على وجه العجلة والسرعة قال رانا سمعنا في الحصة الفلانية أن الشاب من جزائري اسمه ريف طارق رمدروه العراقيين على قائمة الإعدام يتسارع كلمة وحدة كلمة وحدة الجزائر قوية ما يش ضعيفة العراق هو ليس حق الجزائر وليس العكس المصالح تكلموا بلغة المصالح قال لازم تطلقوه ما كاش مصخير تطلقوه والشعب الجزائر يخداق قراءة يطلق إذا داير مشكلة ولا جريمة يجي الله هنا يتشارع في الجزائر ما يتشارعش عند الحكم الطائفي المقيد الذي يقتل الناس على الهوية وعلى العقيدة كي الناس واسموا برك عمر كي واسموا برك عمر عمر قتلوه لأنه واسم عمر لأنهم لا يحبون عمر رضي الله عنهم وإن إعدام واحد من أبنائنا السجنة وهو الآخريف طارق محتمل لأنه يقبع في سجن انفراد معزول عن العالم الخارج تماما لقد طارقنا كل الأبواب سعيا لإنقاذ أبنائنا فكانت الاستجابة لم ترقى إلى مستوى المطلوب شيخنا الفاضل إن الدول الأخرى مثل ليبيا وتونس واليمن والسعودية زارت أبناءها المسجونين في العراق وتحصلت على حقوقها من دولة العراق أما نحن في الجزائر فلم يزر السفيرنا في العراق السجناء الجزائريين بحجة عدم وجود السيارة المصفحة لحمايته وادي الدولة العراقية ما تقدش وفره سيارة مصفحة دولة ما تقدش وفر سيارة مصفحة للاستفير الجزائري وقد بلغني أن هذا السفير رجل طيب وأنه حاول يعني الشيء يبلغني ونقولها بصدق قالوا لي دام وحاوله ولكن ما وفره السيارة مصفحة هذه ما إيش مؤامرة كيف دولة بأكملها ما ترفرش سيارة مصفحة وحماية الاستفير الجزائري أنا أخشى أن يكون السفير الجزائري هو نفسه مستهدف كما استهدف القناصل الذين قتلوا رحمهم الله بحجة عدم وجود السيارة المصفحة لحمايته وبقي التراخ والتماطل من طرف وزارة الخارجية ونحن خائفون من حدوث مكره لأبنائنا خصوصا في هذه الفترة العصيبة نحن نستنجد بكم ونهيب بكم يا شيخنا أن تدفع بقضيتنا إلى الأمام أنا لا أملك إلا لساني وقلبي وهذه الحصة وأن نقول كلمة الحق إن شاء الله كيف نقبل جزائر يقتل في العراق ومشي رح يسرق مشي رح يخطف مشي رح بوندي مشي رح مجاهة في سبيل الله يعني في بالوء حر بلاد المسلمين هذا بطل هذا بطل ارفع بقضيتنا إلى مسامع المسؤولين إن شاء الله يكونوا يستمعوا إن شاء الله المسؤولين يكونوا يستمعوا مدى بينا وزير الخارجية يسمع قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسه بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا هذه صرخة أولياء المسجونين الجزائرين في العراق اللهم يا رب يا رب اجعل هذا الصرخة تقع في آذان من يسمعها وفي قلب من يسمعها فتتحول الكلمات إلى أفعال وبشرون باللي رأكوا ادخلتوا في قضية الشباب الجزائري وهذا الشاب ريف طارق وشباب واحدة أخرين من عارفوهمش حسبنا الله ونعم الوكيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة